اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهاد للأسف الشديد انتشر الفترة اللي فاتت فيديو لطفلة صغيرة بتشرب سجاير وكان معها في الفيديو ده شخص وفيه حد بيصورهم وللأسف الشديد بعد التحريات اتضح ان اللي معاها ده في الفيديو ده زوج أمها واللي أكتر اللي بنستغرب له أكتر ان اللي بتصورهم دي أمها احنا بصراحة بقينا في مجتمع بيعاني من انحضار أخلاقي وبقينا فيه زواهر مجتمعية مش هقول فيه زواهر سلبية وفيه زواهر إيجابية بس السلبي منها أثر بشكل كبير على المجتمع زي مثلا الأب والأم اللي بيستخدموا أولادهم كعقاب كل واحد لما بيكون فيه مشكلات ما بين الأب والأم بيستخدموا أطفالهم كعقاب يعني مثلا قبل الفيديو ده كان منتشر فيديوهات كتير الأطفال بتبقى محروقة جسمها محرقة طب السبب ده ايه للأسف الأم بتعاقب الأب أو الأب بيعاقب الأم وفي نفس الوقت برضو الفيديو اللي احنا طبعا شفناه وكلنا يعني كان عامل حالة حزن شديدة في المجتمع كله سواء المجتمع المصري أو المجتمع العرب بشكل عام اللي هو الفيديو اللي الأم اللي بها مش عارفة جابها ترمي ولادها ازاي في النية وعشان كده يعني احنا بنحاول نتكلم ان احنا ياريت ياريت نخلي المشاكل الأسرية دي بعيدة على الأطفال لأن الطفل ايه زنبه يعني الزواهر دي بتخلينا نقول يا طرع ده ايه اللي توعي من الأم مثلا ولا ده سوق تربية أصلا من الأول فاحنا ده كله يعني بناشد كل الأمهات والأبهات بناشدهم ان هم يخلوا بالهم من أولادهم الأب الصح والأم الصح اللي بيخاف على أولادهم ما بيستحملوش فيهم أي غلطة لو جارح كده ما بيستحملوش فيهم ده الطبيعي دي الفترة اللي احنا طلعنا عليها وتربين عليها أما الزواهر اللي احنا بنشوفها حاليا ما بين أب بيعاكب ابنه ولا بيعاكب بنته عشان ينتقم مثلا من مامتها ولا العكس يعني احنا بقينا في مجتمع يعني مش عارفين نقول ايه فيه ظواهر إيجابية كتير يعني فيه ظواهر إيجابية كتير مش هنقول ان كل الظواهر اللي حصلة هنا كلها زلبية لأ فيه ظواهر إيجابية كتير زي مثلا أيام تحنات السنوية العام كان فيه فيديو انتشر جدا على السوشيال ميديا اللي هو بتاع الأب اللي نزل على الأرض عشان يربط رباط الكدش بتاع بنته دي حاجات كويسة ودي بتأثر برضو بشكل إيجابي على المجتمع وعشان كده النهاردة هنناقش الظواهر دي معه هيكون معنا مداخلة تلفونية من الأستاذ أحمد الصاوي الناشط الحقوقي بقضايا الطفل والأسرة نروح لفاصل ونرجع مرة تانية ورجعنا لكم بعد الفاصل وبعتذر على المداخلة الهاتفية ظهر فيه مشكلة في الشبكة معي ومعاكم الدكتور محمود بريش استشاري التخاطب وتعديل السلوك أهلا ونسأل بحضرتك أهلا ونسأل بحضرتك بداية كده عايزة حضرتك تعرفني عن إيه تواحد والله التواحد طبعا إحنا عرفناه مرارة تكونان بس سوايا عرفه بشكل بسيط النهاردة هو اضطراب نمائي شامل يصيب الطفل من قدمته عمره قبل السلاس سنواته يقولها من عمر الطفل فأهم ثلاث أشياء رصية يعني بيحصل خلل الطفل في ثلاث حاجات كثيرا 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 في التواصل الاجتماعي كثيرا في التواصل اللفظي عدم قدرة على التخيل مع وجود سلوكات نماطية يعني التواحد ده بسبب مشكلات تانية آه مشكلات التواصل اللفظي والاجتماعي ومفيش قدرة على التخيل وجود سلوكات نماطية زي الرفرفة والدوران والمشاط الزائد وهاكذا طب إيه أسباب التوحد ده؟ للتوحد أسباب عدة لأنه طبعا إحنا قلنا قبل كده أنه ده أنواع مختلفة فكل نوع ليه سبب يعني إحنا مثلا لو قلنا النوع الأولاني اللي هو الاضطراب التوحدي ده بيبقى سببه خلل في الإدراك يعني خلل في الإدراك يعني الطفل بيشوف كويس بس عنده خلل أو كسور في التواصل بالنظر يعني عنده مشكلة في الإدراك البصري يعني بيهرب بعينه من الآخرين ما بيبصش دائما بيبص في جنبي كده بيسمع كويس وروح نكشف عليه أذن لو هو كويس بس في نفس الوقت عنده إيه خلل في الإدراك السمعي يعني إيه يعني أنت تنادي عليه مهما أنت ناديه هو مش بيرد بروح نكشف عليه أذن لو بيسمع وهكذا بقى بيأكل أي حاجة موجودة على الأرض فيبع عنده خلل في إدراك التزوق واللمس والشم وهكذا فيه سبب تاني وراسي أحد الأسباب التانية وراسيه يعني بيكون موضوع ده مثلا عند حد آه زي نوع اسبرجر منهم مثلا بيبقى وراسي كان فيه مثلا تاريخ مرضي قديم لأحد الوالدين أو الأجداد أو الخال أو كذا فيأخذ منهم زي خجال اجتماعي بيصنف عندنا اسبرجر فيه نوع تاني منهم بيئي زي الاتراب النماء الشام غير محدد أو البيدي دي ده بيبقى نتيجة أننا الأم قفلت عليه قاعدوا قدام الأجهزة الزكية قاعدوا قدام التلفزيون منعزل عن الناس فيبقى فيه منهم نفسي أسر طب والأجهزة دلوقتي كترت جدا وبقى الأمهات بتستسهل إن هي عايزة تخلص اللي وراها فبتدي مثلا الموبايل أو تعادهم على الكمبيوتر وتسيبهم من غير أي متابعة وطبعا إحنا عارف يعني هل السبب الأجهزة الزكية هل بتبقى فيه سبب أو سبب أساسي إن هي بتبقى المرض توحد مثلا ولا هي سبب أساسي في كل الاترابات والدليل على كده أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في سان فرانسيسكو مايو 2017 من 3 سنوات تقريبا عملوا اجتماع كبير جدا ونزلوا لقاحة بالموضوع قالك قبل 13 سنة الطفل ما يعودش قدام أي أجهزة زكية يقعد قدام التلفزيون من 3 سنين 6 سنين ساعة ومن 6 إلى 12 ساعتين قدست الدم ما بيتطبقش خالص دكتور دانتا بتلاقي الطفل اللي هو لسه في كيجي مع موبايلات إحنا زمان الطفل كان بيلعب في الشارع مع الآخرين فبيكتسب حاجات سلبية وحاجات إيجابية كان بيونمى دلوقتي الطفل لما يقعد طول النهار قعد قدام موبايل وبصص على الموبايل وبيلعب مع الموبايل وبيتكلم مع الموبايل وبيعمل له عزلة بيعمل له عزلة عن الآخرين عن الأقارب وعن الآخرين فبيبقى سبب من أسباب إن هو يدخله في الانطواب ومن ثم يبدأ يفقد بقى التواصل مع الآخرين ده من الجانب الاجتماعي على الجانب التواصلي هو مش بيتكلم مع حد وقعد مع جهاز فجهاز بيشده فما فيش تواصل لفظي على الجانب التخائل والإدراك خلاص بيبدأ يفقد كل التواصل تدريجي فما نسمى إن هو من أخطر الحاجات وإحنا ما نقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال نيجي هنا نقف شوية يعني إحنا الموضوع بقى دلوقتي بقى عالمي لما تيجي أمريكا نفسها أنهما أصلا كانوا بيعملوا كل برامج التعليم عن طريق لجزة زكية هم خسروا كتير جدا لما نزلوا الكصة دي بس في ناس بتعتمد في دول بتعتمد أصلا في تعليمها كله على كيف نحن قلنا قبل 13 سنة بعد 13 سنة عادي طب يعني شمعنا بالزبط أنه قبل 13 سنة طبعا الطفل هو صغير من 3 سنوات و5 سنوات و7 سنين بيبقى لسه بينمو عنده الكدرات الاستدالية والاستقرائية والاستنباطية الكدرات العقلية بتاعته تمام فأنت لما تخديم من طفولته اللي هي الأولى والوسطى والمتأخرة تخديمه للطفولة الأولى والوسطى تحديدا ويبدأ ينعزل عن الآخرين هو لما كان بيلعب مع الأطفال أو بينزل الشارع أو بيشوف الآخرين فكان التواصل بتاعه مختلف كان بيكتسب مهارات اجتماعية أخرى هو خلاص ما عادش بيكتسب المهارات دي فبقى مشغول بحاجة معينة ففقدته التواصل مع الآخرين طبعا بيقعد وقت طويل جدا دولة إحنا لو عادنا على الموبايل إحنا على التواصل الاجتماعي وغيره بيسرق وقتنا فهو بيقعد وقت طويل جدا من غير ما يتكلم فخلاص مش هيقدر تتكلم مع الآخرين بيقعد وقت طويل جدا من غير ما يبص الباباة ولا مامته ولا أخواته ولا كده فشواء شواء تيجي بتسحبينه مع الناس ما يقدرش يشتغل طب في علامات اللي أم تعرف بها أن ابنها عنده توحد آه طبعا احنا قلنا أمار اللي فاتت أكتر من اللقاء قبل كده قلنا إن إحنا عندنا علامات بتبدأ من الأسبوع الأولى وكنت لما طلعت في اللقاء واثنين قلت إن إحنا الأول مرة نيجي حد يقولك في مصر إن إحنا نكتشف الطفل من علامات من الأسبوع الأول يعني من الأول الأسبوع للطفل نبدأ أن نجيب العلامات للتوحد وفيه بعد كده شهور وثنين بس هنبدأ من الأول إزاي زي ما قلت حاتك في أول الحلقة إن أنا دلوقتي عايزة أعرف إن ابن ده داخل على الترابات ولا لا ومش بس الترابات الترابات أمراض أعقاط أعرف وده على فكرة ممكن نخليه لو إحنا بنتكلم بنقول إن إزاي الأم تقدر تكتشف ابنها مبكر في الأسرة المضوع بسيط خالص زي ما قلت حضرتك لو جينا الطفل عنده 8 أسابيع لـ 16 أسبوع يعني تأحدين إن الطفل عنده شهرين ثلاثة وجينا الطفل مش بيبصيه خالص ما بيروحش مع أي حاجة بعينيه مرة واثنين وثلاثة وقعدت شهره من نفس الموضوع هناخده نكشف عليه دكتور نظر ونقيس النظر بتاعه ودكتور الرمض يبص عليه لأينا الناحية العدوية تحته سليمة يبانا عندي خلل في إدراك البصر يبانا هيقدم يتوحد وغيره والترباط طب ما لقيتش عنده ده ولاقيت عنده أعاقة أو لقيت عنده مشكلة في العين يبانا هدخل على أعاقة بصرية أو مشابة يبانا ممكن أقدر أكتشف بدر كذلك الأذن ماما حبيب ماما حبيب ماما ما بيردش عليها ولا بروح على الصوت خالص يعني قبل ما أقول توحد أو الطفل ده عند توحد المفروض للأسرة تلجأ لو لاحظت أي علامة من العلامات دين هي بتلجأ للأول كشفه عدو عند الدكتور توحد وغير توحد يعني أنا الأم الأصلا الزكية أول ما أبني عند عمر شهرين تقريبا عايز المفروض أكتشف ابني كل ثلاث شهور أعود أفحص ابني الفحص بسيط جدا مش محتاج دكتور أشوف الحواس بتاعته أشوفه بيتوصل معي بالسمع ما بيتوصلش معي بالسمع أروح أكشف دكتور أم في أذن لقيت الأذن سليم أعمل مكياس للسمع لقيت السمع سليم إذن أنا ابني طب ما الابني ما بيردش عليها ليه يبقى عندي مشكلة في التواصل إيه عندي مشكلة في التواصل السمعي تمام يبقى أنا كده الطفل ده هيبة خلاص مش بيرد علينا يبقى داخل على الترابات طب لو ما عندهش مشكلة في دي ولقى أنا عنده مشكلة في السمع أو أنه هو سمع بسيط أو عنده مثلا مية أو كده يبقى أنا اكتشفت إن أنا ممكن نكون داخل على العاقة إيه سمعية تمام طب هل ممكن الأم تم لاختبار اللي بناه هو عنده شهر نعم مثلا لاختبار اللي هو السمعي أو البسري هو هيبقى صعبة أوعى الأم هو بالنسبة لنا إحنا متخصصين بنعرفه أكتر من أول أيام الأولى بالشهر الأقل من شهر كمان بس بالنسبة للأم في شهر ده إن هي تقدر تختبر الطفلة هيبقى صعبة عليها فإحنا بنقول مثلا شهرين يعني حابسنا بنكلم في ثمان أسابيع تمام طب إحنا عايزين نرجع للأسباب حضرتك كنت قلت سببين كنت قلت التالت ودخلنا في السؤال طالب إحنا أعرف السبب التالت ما أنا قلت لك الأسباب منبسقة من الأنواع إحنا جلنا قلنا قبل كده في حلقات سابقة مش عايزين نكلفة عشان وقت الحلقة قلنا إحنا عندنا خمس أنواع كل نوع ليه سبب مختلف يبقى عندنا خمس أسباب تمام عندنا خمس أنواع للطائرة تواحد بش نوع واحد تواحد خمس أنواع فكل نوع منهم سبب قلنا عندنا خلال في الإدراك اللي هو الأطراب التواحدي وقلنا سبيردر وراسي وقلنا البيدي دي ببلاصة النساء أو الأطراب النماء الشامي غير محدد بيئي تمام والتفول التفككي أسري نفسي أسري تمام وعندنا رت نيروجي أو عصب دور الأسباب الإيه خمس أسباب تمام تمام لا كل نوع ولا كل سبب لا كل سبب من الأسباب دي تبقى إزاي بكل بساطة أنا لما بكتشف الحالة مبكرة وبشخص الحالة بقعرف النوع ده نوع خلاص عرفنا أنه هو توحد أنه نوع من التواحد توحد مثلا سيان اللي هو الأكثر شيوعا قالوا اطراب النماء الشامي غير المحدد أو البيدي دي خلاص عرفت أنه ده هوت إيه النوع ده النوع ده سببه إيه بيئي بيئي يعني إيه يعني الأم عاملة عزلة للطفل سيبقى قدام الكارتون سيبقى قدام التلفزيون للنهار ومن التلفزيون للموبايل مو بيشوفش أطفال خالص طالما عرفت السبب أقدر أعالج يبقى ده علاجه إيه أول حاجة تغيير نمط الحياة اللي هو في الستيل بتاع الأم زي ربنا ما قال في الكران إن الله غيره بيكمن حتى غيره من نفسهم لازم الأم تغير طريقة الحياة بتاعتها فتبدأ تشير الطفل من قدام القنوات ومن قدام الحاجات دي كلها تمام تمام وتبدأ تحطه فين بقى؟ تبدأ تحط الطفل بقى خلاص يعني تبدأ تدمجه مع أطفال أطفال طبيعيين ممكن هي نفسها في البيت تجيب له أي حاجات نشط الزاكرة؟ هي أي حاجات بس طبعا لا بديل عن الأطفال في السن ده أنا هوادي مثلا يندمج مع أطفال أطفال طبيعيين مش أطفال فيهم مشكلة في سنه مبكر مش عشان أنه يتعلم ولا كده مجرد بس أنه يقعد ويلعب مع أطفال ويشوف أطفال ده تمام طبعا هنشير منه خلاص التواصل اللي هي الأجهزة الزاكية خالص هتتمنع نهاية كمان هتعمله برنامج غيري عشان فيه حاجات زي القزين وغيره بتأثر على الاضطرابات فيبقى فيه دكتور تغزية هيشتغل معنا في القصة دي وهي تقوم برنامج إرشاد للأم بحاجة يسمع كيفية التربية الإيجابية يعني أنت هتقدر تعملي إيه الفترة اللي جاي وبكل سهولة بتتخلص من الموضوع بس كل ما تواصلنا واكتشفنا مبكر كل ما كانت نسبة الشفاء كانت أعلى طب بالنسبة للأطفال اللي هم زوال إحتياجات الخاصة حضرتك بتتعامل معهم إزاي؟ زوال إحتياجات الخاصة أنهي نوع فيهم أي نوع يعني أي نوع فيهم طيب احنا بنتكلم بشكل عام مش بنحدد نوع معين احنا طبعا يعني لو احنا تكلمنا على الحالات اللي هي السيبي والدمور أو تكلمنا على العاقات أولا لازم تحترم الشخص أو القدرات الخاصة القدرات الخاصة ده بنا آدم زي أنا يعني ما فوش أي مشكلة ممكن نكون ربنا صحنا طعالة بس حصله خلل في أي مشكلة تانية أول حاجة التعامل معه في شكل يكون في إنسانية لازم أن الطفل ده يحبك يعني لازم أنت تعامل معه يحس معك بالحنان أو لازم يوصل لمرحلة أنت تشتغل معه مش وانت تنشين كده وزعلنا منه لا لازم أنت تتقبليه وتسلم عليه وتقرب منه والتخليل والبرامج والمهارات عن طريق لعب لكننا بنلعب مع بعض ولازم يوصل لمرحلة اللي هو أنه يحبك أنه خلاص هيصك فيه كسكة عميان ولازم ننظر له في المجتمع أنه ده مش معاك هو فعلا مش معاك يعني الرجانة بصنا على التوحد هو فعلا لا معاك ولا مريض هو مختلف لما تيجي تبص على العاقة اللي هي البصرية الرجانة عنده كل الكدرات الزهنية عالية جدا بس ما عندهش الطريقة أو الوسيلة أو إحنا ما عندناش الثقافة هو مشكلة أنه ما بيبقاش فيه التواصل ما بينهما بين الناس الطبيعي أنت يعني طرحت سؤال مهم جدا أنه نتعامل معهم إزاي إحنا عندنا مشكلة جدا بتواجهنا في التربية الخاصة أو في القدرات الخاصة أنه نحنا في المجتمع ما عندناش الثقافة المجتمعات الشرقية ما عندناش الثقافة في التعامل مع النوع ده يعني ممكن هو يروح للأخصائي ويتعامل معاه ويروح للدكتور ويتعامل معاه ومانطو بتعامل معاه بس ساعات مانطو بتنكسف من نظرة الآخرين ليه بالنسبة للأم في النقطة دي أنا لية يعني سؤال لحضرتك في أمهات بتبقى رفضة يعني يبقى ابنها عنده توحد حتى واضح ليه اللي ما أخدش توحد ولا يعرف أنه حاجة بيبقى واضح يعني مثلا الحالة لقدامه دي إنه هي توحد للأسف الشديد في أمهات مش بتتقبل كده وتقول لك لا أنا ابني كويس وطبيعي حتى في العلاج إن هي مش بتساعد إنه هو يتعالي دي المشكلة يعني فإزاي نقنع الأمهات دي إن أنا مثلا ابنها عنده توحد السؤال مهم جدا أنا لما بيجي لأم بتحس إن هي هربانة أو جاية مدرية أو جاية تتكلم وتقول أنا ابني ما عندهش توحد حتى لو عنده توحد إيه المشكلة؟ ما إحنا هنعالجه إن شاء الله الاستعداد من قبل وليه الأمر للحالة الاستعداد العلاج للحالة والمواجهة إنه هو هيواجه المجتمع وما تخافشه أو تنكسب أو تاخد الموضوع طالما شخصت وراحت لدكتوره واثنين وثلاثة وهلا إبنك عندي نوع من نوع التوحد لازم الأم يكون مستعدة أنا عندي في دراسة الحالة تابعي لازم بقول لها كده أنت مستعدة ولا مش مستعدة مستعدة؟ طيب خلاص هنشتغل مع بعض واحد اتنين داتة أربعة ليك برنامج في البيتها الطبائي ممكن أكتر من البرنامج اللي أنا هتطبقه هنا تمام يبقى فيه تأهيل للأم الأول ما فيش أصلا شغل عندنا من غير ما تدي برنامج تأهيل للولي الأمر الأب والأم أو من غير ما تدي برنامج إرشادي ووسعي لأن هما دورهم في العلاج 90% طيب وزي بيتم التأهيل؟ بيتم التأهيل طبعا لو الأخصائي عنده المهارات الكويسة أني أنت طبعا أنا لما باجي أشتغل على الطفل لازم أعرف وليه الأمر للأب والأم أعود معهم ولازم نتكلم معهم كويس جدا ووصلوا لمرحلة أنه إحنا إن شاء الله يبقى فيه تفاعل إن شاء الله في أمل ووفا إن شاء الله في أمل والتواحد بقى بيتعالج بشكل كبير جدا أو بيتحسن أنواع منه بتتعالج خالص وأنواع بتتحسن بشكل كبير جدا وأن الموضوع مش في نهاية المطاف إن إحنا دي بداية في حالات واحدة تعالجت عندنا ومش بس تعالجت ده بقت في مراحل تانية خالص بقعة بكرة فأنتي لا دي مش نهاية الطريق ده بدايته فإن هي بقى معها إن أنا خلاص بقعد ألسم الطريق وإن أداها أمل في الحياة النتيجة إنها شافت حالات قبلها ووريها حالات قبلها وحالات شافتها قبل وبعد فلما بتشوف الحالة دي وتبدأ تطمئن خلاص وبعد كده بابدأ أداها برنامج إرشادي أو لا طبع أنت كنت بتعملي إيه في البيت طب الله يا فستيل بتاعتك تعمل إزاي طب أنا كنتش فاضية للطفل طب أنا كان عندي دايما أن الأم مثلا كانت عصبية أو انفعالية أو كانت دايما كده فهي لازم تؤمن الأول تتفائل الخير عشان تجده ولازم تؤمن بقدرات الطفل ابنها ولازم تنظل للطفل نظرة إيجابية تنظل لبكرة نظرة إيجابية طيب هل في سن للتوحد مثلا للعلاج ولا ملهوش سن للعلاج والله السؤال ده أنا رضيتها قبل كده بس أنا التوحد عموما كل ما جيتي بدري كل ما كانت علاجه أعلى يعني إحنا لو إحنا قلنا دلوقتي كنا الأول بنعالجه بعد السنين الأولى بعد كده دخلنا في شهور الجديد اللي إحنا قلنا عليه في خلال الأسبوعان اللي فاتوا الأول ما نتكلم وكان أول مرة حد يقولي الكلام ده وقلت لكم في خلال أسابيع لو إحنا جينا للطفل اكتشفنا في خلال أسابيع وحنحط برنامج إرشاد نفسي أو برنامج إرشاد أسر للأم تتعامل معه في البيت هيجينا بعدها بشوية أخذ برنامج تدريبي وبعدها برنامج إدراك وبعدها برنامج تدريبي هيبقى الطفل مش عندش حال خالص طب معلش أنه كنت عايزة حضرتك بس اتعرف المشاهدين إزاي خلال أسابيع خاصة أن مشكلة التواحد دي مش مشكلة مش هنقول صعبة يعني لا بس بتحتاج وقت فإزاي خلال أسابيع بيتم العلاق بيبقى من خلال برنامج إرشادة مش من خلال إن هي بتاخد الطفل أطرح بي مركز لأنه طفل لسه صغير مش هيدرك عنيه جلسة يعني لو هو نظام تواصل ما بين مثلا الدكتور أو الاستشاري وما بين الأم هو الأم المفروض تفحص ابنها أول ما تتولد وكل تلات شهور تعمل فحص فبتروح للمتخصين في الإدراك الحسي متخصين فين؟ في الإدراك الحسي حتقوم جاي رايحة للطفل بالأخصائي الأخصائي يقول لها الوضع واحد اتنين تلاتة اربعة لو أنت ابنك مش بيركز في السمع يبقى عندي مشكلة في الإدراك السمعي في فرق بين السمع والإدراك السمعي لو ابنه مش بيبصلك يبقى أنا عندي مشكلة في الإدراك البصري بس ده في حالة أنا أولتها قبل كده لو أنا ما عنديش سبب عدوي يعني عيني كويسة وبيشوب بها كويس كل ده مؤشرات إن ابنها هي بقى عنده إيه؟ طبع نفس المؤشرات والأسباب اللي أنا بقولها هي نفس الحاجات طرق العلاج يعني أنا هجيب حاجات تبدأ حاجات ملونة وحاجات بتترابط بطرقة معينة برامج إحنا بندهر الأم يبدأ تخيل الطفل كده في روح كده مع اللون ويجده مع اللون فأنا أزبطت الإدراك لإيه؟ البصري البصري كذلك حاجات أصوات معينة أزبط بها الإدراك لإيه؟ السمعي وعند عمر أربع شهور لست شهور لما يبدأ يأكل عن طريق لامونة أو حاجات بسيطة من البيت أعمل كده الإدراك لإيه؟ التزوق والجلد طبعا السخن والبارد ماشي؟ والشم في شهور معينة بعدين كل المطور الحاجات دي تمام هتجي عند عمر تاني معينة عند عمر السنة قدها برنامج تاني وبرنامج تاني لحد ما تلاقي الطفل خلاص ما عادش عند دائمش كده فهو بيتعالج من الأسباء اللون طيب هل التوحد ده ممكن يسبب عاقة زهنية أو جسدية لما الطفل يكبر؟ يعني بتفضل معي أو التوحد ده بيبى سبب دي لما يكبر؟ سؤال مهم جدا التوحد لو ما تدخلش لو ما حدش تدخل مع مبكر أو ما حدش عالجه أو سابوه ما تعالجش بيحصل فجوة بين العمرين يعني ايه؟ يعني هو كان عنده توحد من أول ما تولده عن توحد أو جاله توحد بعد عمر سنة ونص كان نوعي للتوحد بقى وصلت دلوقات سابح سنوات ومحدش عالجه ما فيش تواصل لفظي ما فيش تواصل اجتماعي شيء طبيعي نربع متأخر بس مش معاجزة هنية التأخر ده جاي نتيجة ايه؟ ان في حصل فجوة العمر الزمن يماشى العمر العكل وقف مكان حصل فجوة بين العمرين العكل والايه؟ والزمن الفجوة لما بتكبر بيحصل تأخر عكل ولا ما فيش فيه تأخر فيه تأخر اه التأخر ده جاي نتيجة يعني ان العقل تأخر عن الزمن العقل سابت او بيمشي ببطء والزمن ماشي في طريقه فحصل فجوة بين العمرين حصل تأخر عكل ولكن ليست أعاقة زهنية مش مورود عنده معاقل طيب احنا اتكلمنا على التوحد وعايزة حضرتك تناقشني في موضوع برضو انتشر ما بين الأطفال اللي هو التأخر اللغوي اه التأخر اللغوي مش ناتجة عن التوحد بس ناتجة عن التوحد من الاضطرابات منها التوحد ونتجة عن طريق امراض ونتجة عن طريق اعاقات ونتجة عن الطراب عادي خالص او ان الطفل ما عندوش اي حاجة لأمراض ولا اكتر طريقات عنده تأخر اللغوي يعني على سبيل المثال طفل عنده اعاقة سماعية عنده اعاقة سماعية كده كده هيتأخر عن الايه على التواصل اللفظ عنده اعاقة بصرية ومحدش عارف يتعامل معه كويس بيحصله تأخر إيه؟ لغوي عنده توحد بيحصله تأخر لغوي طيب ما عندهش حاجة خالص أو عنده حاجات التربات الخفيفة دي ناتجي عن إيه؟ لسه كنا بنتكلم فيها من شوي إن نمط اللايف ستايل بتاعة الحياة اختلفت لو رجعنا من عمر عشر سنوات وراء اختلفت إحنا في الطفولة بتاعتنا تربينا إزاي؟ ما خلتش في موبايل ما خلتش في موبايل ولا وسائل ولا تلفزيون كان بيجي بالليل هنزل الشارع هلعب مع جراني فكان فيه تواصل يعني التواصل ما بين الأسرة والطفل أو ما بين مثلا هو نزل مع أقرانه في الشارع أو بيبقى سبب من هو بيبقى ما فيش تأخر لغوي عنده؟ إحنا لو إحنا جلنا الموبايل أمزا ما مكنش تكلمنا لحد دلوقتي إزاي؟ أنا نسى إيه لحضراتك أنا الأول كنت بنزل ألعب خبط على جاري وخش ألعب مع الولادي الأطفال في العمارة أو مع الجران أو في الأرياف ينزل لعاو في الشارع والأم خايفة على الولد أو خايفة على البنت فمش بيخرج فقاعد قدام طول النهار قدام التلفزيون ويسيب التلفزيون يمسك الموبايل هو الموبايل ده إيه؟ قطعة حاجة معينة الطفل بيعمل اللعبة دي اسمها لعبة إيه؟ لعبة فردية بيلعبها مع ذاته بيلعبها فين؟ ما فيش تواصل اجتماعي ما فيش حصلة لغوية هاي؟ طالما ما فيش تواصل اجتماعي وهيكلم الموبايل فما فيش حد بيتكلم معاه فخد بقى خلاص بقى عنده تأخر إيه؟ لا مش ده بس ده مع برامج تغذية التغذية طبعا اتغيرت وبقت فيه بعد أنواع التغذية اللي بقت مدرة للأطفال وإن إحنا نشغلنا عن أطفالنا بشكل كبير وبقى فيه نوعين نوع مالاش علاقة بالأطفال خالص يا إما حبصة الطفل والسعباء قدام التلفزيون يا نوع فيه شدية وفيه عنف وفيه كل الطرق دي بتأدى تأخر أطفال طب إزاي يعرف أن ابني عنده تأخر لغوي؟ السن اللي هو يعرف يعني أخاف وقول أن ابني عنده تأخر لغوي يعني الطفل لو كمل دلوقتي على الطريقة على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي مش قبل كده عند عمر سنتين وما بيقولش حاجة خالص مشكلة هو المفهود عند عمر تسعة شهور سنة يبدأ يقول بابا ماما مش عارف إيه كلام من ده ده الطبيعي آه يبدأ يجيب بعد كلمات المفردة حتى لو حزف أو عمل إبدال أو حزف في الكلمة ولكن عند عمر سنة ونص المفهود يقول كلمة صحيحة عند عمر سنتين يبدأ يقول إيه عايز أشرب ما بيقولش طالة خلاص ما بيقولش يعني أنا ببص الزميله وأبص اللي قده ما بيقولش يبدأ عنده مشاكل فين طيب هل أنا في السن الصغير ده أروح أخذ تخاطب؟ لا طبع ياخد إيه بقى؟ ياخد حاجة اسمها مهارات لغة language skills يعني الأخصة يكون زاكي لأنه لو تدخل معاه في السن المبكر ده يقصد حاجتين الحاجة الأولانية لو الطفل ده ما عندهش أي مشاكل اضطرابات هيضغط عليه قبل ثلاث سنوات فيحصل له إيه؟ إنه يراضي دي الكلام الحاجة التانية لو الطفل عنده اضطراب هيحصل له إيه؟ مكولاريا يبدأ يراضي دي الكلام اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ فغلط من أنه تدخل قبل الفترة دي بتدخل حاجات تانية مهارات لغة تنمية مهارات إدراك بس التخطب بيبقى بعد ثلاث سنوات طب فيه سؤال كده دكتور هو أنا عايز أعرف إجابته من حضرتك اللي هو الأم مثلا ما تبقى حامل وتفلها يعني أثناء الحمل يعني فهل لما بتكلم تفلها ده برضو بيساعد إنه هو مثلا هو اللي بيسمحها فعلا زيما بيقوله مثلا ده بيسمع مامته لما بتكلمه كلمه كتير يعني إحنا كانوا بيتقللنا كلمه كتير ده هيسمعك هل ده بيبقى مثلا سبب فينه ما بيبقاش عنده تأخذ لغوي أو حاجة زيها هو سؤال جميل جدا هو مش بس إن الأم تكلم ابنها هي الحالة المزاجية والنفسية للأم أثناء الحمل من أهم عوامل بتأثر على الطفل الله يفتعليك إحنا لما جينا عملنا نسبة انتشار الحالة التوحد اللي دخلت عندنا في المراكز تبعنا أو في الشغل إحنا شفناها على مستوى أي مكان روحناه وعملنا دراسة حالة لدينا الحالة المزاجية والانفعالية للأم اللي هي حالتها الانفعالية عندها مبساطة أو إن هي كويسة الدنيا تمام طب لو الأم مأهورة وتعبانة ومتنرفزة ومتدايقة طبعا هي مش هتكلم مع الطفل ولا هتكلم مع حد خالص وطول الوقت بتزعع وكده الطفل هي بقى أرضة للترابات منها التوحد وغيره مش شرط يبقى توحد نعمل نوع للترابات عشان كده إن الأم لازم اللي هي تضحك وتهزر وتاخد الموضوع ببساطة ودايما زي ما هي بتتابع مع الدكتورة النساء أو الدكتور النساء تابع معها الحالة الجسمانية والمكملات الغذائية زي الفوليك أسد وغيره لازم كمان تهتمي بالحالة المزاجية والنفسية لأنها تزيد أهمية ما تقلش عن الحالة الجسمانية تمام فماشي إن هي تكلم الطفل أو إن هي دايما حتى تحسس الطفل بيحس تمام بيشعر بالأم مش بس إن هو بس إن هو بيتغزة عن الأم جوان بيشعر بالأم فالحالة المزاجية والنفسية مهمة جدا للأم أسناء الحام طب بالنسبة يا دكتور ربما إن حضرتك استشارة عديل السلوك تمام المدرسات في الحضانة أو مثلا في المدارس أو الأمهات بشكل عام بيبقى عندها مشكلة في التعامل مع أولادها يعني فيه طفل مثلا أنا الأم بيتعامله بيتعامل معها بالعند تقوله حاجة اللي هو الطفل العند وفيه عندنا الطفل العصبي وفيه عندنا الطفل الانطوائي بما أن حضرتك استشارة عديل السلوك إزاي يتعامل مع أنماط الطفل المختلفة طيب لو الطفل عنيد الطفل لو أنت قلت له وأكبرته على حاجة وهو أصلا في فترة معينة فيه فترة عناد بتنمى في الطفل فترة طبيعية جدا فهي مفعش تديله الحاجة بلغة الأمر تمام فعشان كده احنا عندنا استراتيجيات تعديل السلوك منها التعزيز وأهمها التعزيز اللي هو التشجيع الطفل دايما العنيد والعصبي النوع الثاني ما بيجوش بالعقاب العقاب بيعمل معهم إيه بيزود العند عندهم فبيجي بالتشجيع والتعزيز بعد برضو ما بادرس سيكولوجية الطفل وبعود مع الأم ومع الأب وعرف الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية وترتيب الطفل بين إخوات وهل هو الكبير ولا الصغير شوية حاجات كتيرة جدا والترتيب بيفرق برضو طبعا يعني هو الأولاني خالص ما فيش غيره خالص يبقى هو أخذ دلع وخلاصه تمام طبعا هو جاي فترة في حد كان ليه أخ قدامه أو هو كان الأول وجاله أخ تاني فبقى أنه الفترة دي فترة استثنائية بالنسبة له لا طبعا لازم أعرف مش بس الترتيب والأب شغال إيه والأم شغال إيه والحالة فيه فيه انفصال واللي هم عادين مع بعض النحل النفسية في الأسرة إيه الدوافع يعني أنا لازم الأول مش بس بعمل برنامج تعديد السنوك للطفل ده أنا بعمل برنامج أشوف الطفل وصل لكده عشان إيه يعني الوضع الاجتماعي بيأثر على الطفل الوضع الاجتماعي والنفسي والأسري والاقتصادي وكل الأوضاع دي ولو فيه تفاكك أسري أو كل نمط الحياة دي تمام بتأثر في شخصية الطفل بشكل عام كم طفل في البيت ترتيبه الكام ما فيش غيره طب هو ولد على بنات طب كل الكلام ده عوامل عشان أنا جاي أقول لحضرتك تسأليني أن أنا أعدل سلوك الطفل إزاي لازم الأول أدرس الكلام ده كل أما لو أنا جاي للطفل وأنت معدل سلوكه على طول كده ما غير ما أعرف كل ما بقولك عنه ده يبقى سوري في اللفظة إن أنا مش هقدر أعمل حاجة بس زي ما أقولت لك إن التعزيز والتشجيع للأطفال الجيل ده بالذات بيجي بالتعزيز أهم استرافية استراجت كتير جدا منها العقاب والتعزيز والنمزجة وتلسل الأفكار حاجات كتير جدا مش حابة أدخل فيها لأن المشاهدين ممكن ما يوصلوش للمرحلة لنا دي طب طرق العقاب بتبقى إزاي العقاب بقى سؤال جميل جدا العقاب الناس المفهوم العقاب عند كل الأمهات في كل البيوت الضرب الضرب الأم أسهل وسيلة عندها ترفع إيديها وترفع صوتها الموضوع ده غلط جدا عند نوع أم العقاب تانيين أهم وأحسن ومش هضر بالطفل لو أنا خلاص قريدي قررت إن أنا هعقب الإهمال يعني أن طفل بيزن وبيرمي نفسه في الأرض وبيعيط وعصب ومش عارفية بس أنا ما أمتلوش حاجة خلاص أهمله مركز معي أنا سيبه ويعيط مع نفسه حد ما يسكت دي أول حاجة تاني حاجة الحرمان يعني إيه عمل مواقف وحش أو خد فلوس وصرفها فبصل أخته أو أخوه فعايز فلوس تاني لأنه متدلق حرمان خلاص أو عمل وواقف وحش شتم عمل مواقف إنت حسيت إن أنا لازم أعجبه عليه فأنا بعمل إيه بقى الحرمان بعد الإهمال إيه يعني حرمان يعني أنا هتنزل تشتري ما أنتش هتشتري النهاردة ما لكش مصروف النهاردة طب ما هيدي ممكن تخلق يعني روح إن أنا لأ دي أنا حاسق لو مثلا أنا حرمته من الحاجة دي وأخوه جبته له يبا أنا كده بخلق في نفس يعني في نفس ابني أو بنتي لأ أنا بحب إخوتي هاي الأطفال تفكير كتفكير طفلة يعني لو هو أنا قلت لو هو قريدي إن أنا هردخل في العقاب فقلتلك إن أنا هتصنف العقاب عند حاجتين إهمال وحرمان خلاص أنا قريدي عرفت إن الطفل ده في عالين عمل حاجة كارسي فأنا هعجبه فأنا مش هضربه فأنا هقوله أنت وهفهمه وهتكلم مع الطفل بفهم جدا هقوله أنت أنت النهاردة ما سمعتش كلام ماما وضربت أخوك أو عملت مواقف وحش وأنا كنت أقلالك المواقف ده لأ فأنت النهاردة ما لكش مصروف النهاردة بس مش كل يوم في نفس الوقت لما يلاقي نفسه خلاصة عاقبه بس في ناس مالش بقت على الكلام حضرتك بس في ناس بتستخدم الطريقة دي على طول يعني مثلا ممكن تكون فيه طفل شاق في العيلة تمام وأنا باستخدم بقى خلاص أنا عرفت إن الحرمان ده طريقة من تعديل السلوك أو العقاب فأنا هستخدم الموضوع ده كتير طبعا الموضوع ده ممكن يعمله بعدين نقص أو حرمان من حرمان طبعا لو أنا استخدمته باستمرار أو على طول أو كتير غلط أنا بقول عند المواقف عند المسير يعني الطفلة عمل حاجة استدعت أنا أصلا ما مش بحب العقاب عموما بس أنا حضرتك قلت لو إحنا قريدي فيه نوع من حالات ده هو لازم يبقى فيه عقاب لازم يبقى فيه عقاب بعض الحالات فيها عقاب ابني خلاص التعزيز مش هيجيب معاه أو إن أنا شجعته في نفس النمط السلبي بيعمله يبقى عقاب العقاب منه إيه؟ هتديله الحرمان الأول إهمال الأول إيه؟ إهمال هعمل نفسي مش بركزة في المواقف هو عايز يخليني أبص عشان يعاندني أو ينرفزني أو خلاص يعمل بلبلة طيب ما نفعش معاه ده يبقى الحرمان خلاص قريدي آخر مرحلة الضرب وطبعا لو الأم هتضرب الولد والده طبعا مش مستحبة مدربوش على وشه وعلى إيدي وإحنا قلنا مئة مرة الكلام ده ويبقى ضرب غير مبرح طبعا الضرب يبقى إزاي؟ طبعا الضرب غير مبرح يعني رسول الله السلام جي في الصلاة قال علموهم على سبع واضربوهم على عشر فإحنا عندنا في تعديل السلوك الآخر مرحلة فيه الضرب الضرب بقى اللي هو يعني إحساس من أن تفعل ما فيه أمهات بتضرب على الوش فيه أمهات بتشنق العين بتسلقها أنا جالي حالات الأم فيه لحد لقاتي ناس بتكوى وفعلا نزلت على السوشيال ميديا لا ده لسه الحد قريب وشامعة واحدة تانية ربطت الولد وحطته شطة بققه أنا بيجي لي بواهد أنا مش عزي أقولك أنا بقاعد مصدوب بقولها بقولها كل واحد بس هو ابنك أنت بتعذبين لا هي بنسبالها أن هي برضو دي يعتبر إيه اللي توعي بالأمهات فيه نقطة الأمهات ناسة أن هي كالطفلة وبتتعامل مع طفلة عام تهات سنين وخمس سنين دلوقتي أن هو بيتعامله وبيتمخها لا ممكن الضغط هو اللي بيخلي الأم تسترف كده لا طبعا أنا لازم أدل الطفل طفولته يعني لازم الطفل ده مش هيتربى كده مش هجيب لي كل حاجة إيجابية عشان يتعلم صح هيجيب إيجابي وهيجيب سلب والسلب هو اللي هيعلمه الصح يعني أنا ابني لازم ياخد كل حاجة فأنا أصبر عليه واتعامل مع الإنسان كما يجب مش كما يجب أن يكون يعني ده طفل صغير لازم أنزل لمستوى العقل بتاعه يعني أنزل به واطلع به تدريجي الطفل كمان بيجي بالحنية وبيجي بالتعزيز والتشجيع آه مواقف معينة عقاب في وقت معين وما يبقاش باستمرها عند المسير فقط بس لو أنا خدت القرار خلاص مش هتراجع إلا لما الطفل يجيلي يعني أنا مش هاخد يعني أنت خلاص قريدي خلاص قررت أن أنت تعجب هتجي تصرحي وتقول لها حبيب ماما ما ينفعش يبا أنت بوصل أنت عملتين طبعا أنا عارف أن فيه أمهات كتير بتسأل أو مش أمهات اللي أولاد عماتنا أو البنات بيسألوا السؤال ده هو إيه الأساليب اللي ممكن الأب والأم يستخدموها في ضرب أولادهم عشان بلاش ده شغالين ضرب من نوع تاني هو أنا إحنا قلنا أريده هو خلاص إحنا عندنا ممكن نستخدم حاجات غير الضرب بس لو أنا ضربت الطفل تمام يعني كده أرصة صغيرة حاجة للأم كده يعني خلاص ده لو أنا خلاص مفيش غير كده رغم أن أنا أصلاً ضد الضرب نهائي يعني أنا الطفل على فكرة مش بيجي بالضرب بس هتعود الطفل على التلامس والضرب خلاص مش هترب طفل سليم فالضرب ده إنت عارف الطفل لو إنت حرمتيه أو أهملتيه عنده أكتر من الضرب أو تعملي عقاب غير موجع يعني عقاب غير موجع تعززي واحد تاني بقى عشان إنت سمعت الكلام أخو ممكن ما كلمش خالص أصلاً إنت هتنزل تشتري مثلاً يا أحمد عشان محمد ما سمعش الكلام أحمد شاطر فإنت هتشتري النهار يجي ما أقولك أنا شاطر زيه أو هكذا أما لو ضربت اللي هو الضرب غير مبرح بقى رحنا قلنا علي غير مبرح اللي هو مش في ضرب إن أنا أعمل علامة أو أعمل عاية مستدمة للولد حاجة صغيرة لو إنك خلاص قررت إن أنا أحضر طب في بعض الأسر بتستخدم نوع مثلاً من أنواع العقاب يعني عايزة أعرف وجهة نظر حضرتك فيه إنهم أمسا لما يبقى اللي اتنين متخلقين مع بعض فبيستخدموا نظام العقاب ما بينهم لأ خصموا بعض فيه أسر بتعمل كده خصموا بعض إزاي؟ لأ خصموا بعض قولوا خصموا وفيه أمهات بتقولوا دربوا زي ما دربك فيه أمهات بتستخدم مصاليف زي كيف كلها أنماط سلبية وخطئة وليس لها أي مصادر علمية عندنا خالص طب فيه سؤال يا دكتور كان من حد سأله لي وانا جاي قال لي سأل الدكتور فيه طبعا أطفال بيبقى عندهم كهرباء زي ده في المخ تمام إزاي نتعامل معهم سواء في حضنات أو سواء الأسر في البيت ذات نفسهم إزاي يتعاملوا معهم اللي هم عندهم هايبر أكتف ونشاط زي ده وكده ولا عندهم كهرباء تحديدا كهرباء تحديدا اللي عنده كهرباء ده إنسان على فكرة طبيعي مليون في المية كل الفكرة أن الكهرباء ممكن فجأة تعمله تشنك فطبعا ده دايما بيبقى معاه حاجة زي شادو تيتشر أو الأم دايما بيبقى ملاحظة أو إخواته لأنه ما ينفعش يتسافي طريق لوحده أو على سلم أو نازل في المرتفع لأن لو جاءت للحالة في أي حاجة من دي مش هو ما بيبقى في حالة ما بيبقاش في حالة وع بيروح الحضانة عادي خالص بيتعاملوا معاها في الحضانات أي أماكن مغلقة بتعامل معاها عادي خالص كل الفكرة في الأماكن المفتوحة لازم حد ياخد بلوين لما هو طفل طبيعي خالص يعني مرض الكهرباء هو مرض مش معاك ولا هو مضطرب مرض الكهرباء حد بيتعالج علاج دوائي يعني بيمشي بالعلاج مع الدكتور عشان يحدد له نسب الدباكين مثلا اللي بياخدها عشان ما يحصلوش حالة التشنج اللي بتحصلوه أما هو في الحضانة الأخصائية في الحضانة أو المربية في الحضانة لا مشكلة أن فيه أمهات بالداري موضوع يعني هي شايفة أني ده غلط أو شايفة أني عايب مش عايزة حد يعرف إن ابنها كذا فبالتالي مثلا المدرسة أو المس بتاعته ما بتبقاش فاهمه هو عنده إيه لما يحصل حاجة زي كده عنده فاسم بتبقاش فاهمه في إيه فالمفروض بيبقى فيه جانب من الصراحة ما بين ولي الأمر وما بين مثلا المعلم أنت لمست حاجة مهمة جدا فعلا لازم أن الأم وهي رايحة حضانة بالذات تفاهم تفاهم اللي هي المدرسة أو الأخصائية في الحضانة أو صاحب الحضانة أو المربية الفريق العمل كله تقولهم إن أنا ابني حالة كذا وممكن يجير وتشنج وده الحقنة مثلا والإبرة لو ابني مثلا حصل له تشنج وده بتحصل وده أنا شوفناها كتير جدا الأم ما عملتش كده خلاص بس ماعتقدش في حالة الكهرباء بالذات أن الأم هتخبي لأن بلد كثانية لا فيه أمهات وحصلت قبل كده أن فيه أم خبت عن الحضانة أن ابنها عندها كهرباء زي ده وللأسف يعني للمسي ناكت آه ما بقتش عارفة دي إيه بالضبط وضعها إيه ده الحالة تشنج بتبقى شكلها وحش جدا وبيخافوا جدا طبعا غلط غلط طبعا وأنا بقول للأمهات تاني اللي مر المليون أنت خايفة من إيه أنت بتواجه هو ده حكمة ربنا ربنا يعني يجع لك أن أنت عندك مثلا اضطراب أو أعاكة أو مرض لطفل ده من عند الله لازم الأول تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولازم تواجهه ولازم تتفقلب اللي جاي إنما أنت هتخافي من إيه هتخاف وهتنكسف ومش هتواجه الحالة هتزيد عندها مش هتدربة كويسة طيب ده بالنسبة للتعامل معهم إحنا هندخل بقى في التعامل إحنا هنتكلم بشكل عام على الأطفال كلها إحنا لو هنتكلم بقى في المشكلات والإعاقات فدي محتاجة وقت تاني آه طويل جدا أنا بحاول ألم الموضوع لأن الموضوع أصلا كبير يعني أنا بحاول أجب كل فيلم وغنية زي ما بيقول طيب إحنا عايزة حضرتك بس تقول لنا مثلا لما يكون عندي طفل بيتعامل بشكل سلبي مع أخواته مثلا في البيت إزاي أنا كأم أتعامل معاه بس معانا محمد من الأليوبية وبعد كده نرجع لسؤال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لل ممكن تسمعنا من التليفون لو ساعت طب اقفل التليفزيون طفل في أثناء لعبه يجري على مشت رجله وحركاته سريعة غير عادية طيب فيه إدراك بصري بيبصلك بيتواصل معكم بيفهم الأوامر طب أنا عنيد عنيد أنا أصلي لما أنت بتكلمه بيبصلك عادي وفاهمك وكده عنده كم سنة عنده حوالي 6 سنين عنده 6 سنين أو يعني حوالي سنين بالزرط طيب هو بيروح حضنة أو حاجة لا طيب مستوى التعليمي عامل إيه مستوى التعليمي عامل إيه لا أنا ما عملت مش أي معامل طيب انت كشفت عليه قبل كده لا طيب ماشي عند حضرتك أي سيئلة تانية لا شكرا شكرا سيد محمد الطفل طبعا عنده أنمات زيادة بيمشي على تراطيف صوابع وكلام من ده كلها ده كلها نوع من أعوال الاترابات مش بالأحرى أنه يبقى توحد بس حاجة تصنيف من الاترابات قريبا من التوحد عنده بعض الأنمات السلوكية الخطأة منها أنه بيمشي على أطراف صوابعه حركته زيادة جدا عنده نشاط زيادة طبعا ده عدم التدخل معاه أو أن هما يسيبوه بالشكل ده ست سنوات مروحش أي حاجة في أي مكان هيحصل تأخر عقلي شديد يعني هما بعد فترة هيلقوا أن الولد هيحصل فابقة بين العمرين يعني دلوقتي لو أنت عملت له تست أو عملت له مكاس زكاة مكاس زكاة هيطلب عشي جدا لأنه هو مفهود يتدخل معامل بدري تمام مفهود مثلا سن الحضانة المناسب بيبقى من قد إيه بالزبط؟ سن الحضانة معروف في العالم كله أربع سنوات هو دلوقتي ست سنين مرشحي خالص تمام طفل بيمشي على طراطف صحابه عنده فرط نشاط وحرك تمام أكيد هو طبعا طالما بيفهمه وبيبصله فأكيد بيتكلمه تمام فالطفل ده خلاص عنده نوع الاترابات لو ما فيش تواصل لفظي هو ما أجابش سيرة الموضوع ده لو ما فيش تواصل لفظي يبقى الطفل ده اضطراب نمائي شامل غير محدد لو هو في تواصل لفظي بهو اضطراب عادي جنرال نوع الاتراب ده سهل جدا وبيتعالج جدا بيتخذ له برنامج سلوكي وبرنامج مهارات لغة وبياخد برنامج تنمية مهارات وبرنامج سلوكي مع برنامج ليرنينج على حسب آيكو وبرنامج تعليم المكافئة العمري وبيبقى كويس جدا نفس مشكلة من أسهل الحاجات بس يتعامل معها وسيبه سنوات ليه يعني ست سنين كتير طبعا كنت عايزة حضرتك تدي شوية نصيح كده والأمهات والمشاهدين بشكل عام نصيح على ايه على التعامل مع الأطفال على التعديل السلوك مع الأولاد العقاب أول حاجة للأم نتعامل مع الطفل نتعامل مع الطفل كما يجب مش كما يجب أن يكون يعني أنت أعرف أنه ده طفل وأنه أنت في عمره الطفولة اللي أنت مش فاكراها قبل خمس سنوات ما أنتش فاكرا أنت عملت ايه أكيد غلبت بابا وماما على ما تربيت فتعامل مع ابنك ما تغديش الحل السريع أنك تخلعه في رجلك وتضربيه أو تمسكه في الطفل أو كلام ده كل تتعامل مع الطفل بالحب مش بالعقاب الطفل لو حس الحنية وشاركته وبقى بقيت بسأله وبستشير الأطفال وبقيت في حاجة يسمعها إنصات جايد لما يجي يحكي لي يا ماما حصل كذا وعمل كذا أسمعه بتصحب الطفل وتخلق لغة حوارها ويكون عندها نوع من النوع التربية الإيجابية منها الإنصات الجايد إنها بتسمع لعيالها كويس إنها دايماً بتبص بتشجع أولادها أنتوا كويسين أنتوا بكرة أحلى أنتوا إن شاء الله أنتوا جمال أنت جميل دايماً بدلاً ما أستخدم ألفاظ فأنت فاشل أنت عليه الأدب أنت كذا لا أنت جميل أنت ما يحصلش منك كذا حتى لو عمل حاجة غلط دايماً أستخدم ألفاظ إيجابية مش ألفاظ سلبية تغير نمط الألفاظ يعني بدلاً ما أقول أنت فاشل أو أنت عليه الأدب نقوله يا دكتور آه أنت جميل مفاش تعمل كده أنت ما شاء الله أنت شاطر أنت تمام متفاقلة دايماً لبكرة ما تستخدمش العقاب العقاب ده على فكرة لأن الزمن اتغير ورمض الحياة اتغيرت ما تسيبش ابنها يتربي قدام التلفزيون بس والجهزة الزكية إحنا قلنا إحنا ممنوع عبل 13 سنة مش أنه اللي منعه يعني الأمريكية تبقى الأطفال منعها التلفزيون معاك ثلاث سنين لست سنين ساعة ومن ست سنين لاثنشر سنة ساعتين دايماً التواصل ما بين الأب والأم يكون إيجابي يعني دايماً فيه روح الجو أسري ممتاز ما بين الأب والأم يبقاش فيه خناء أو مشاكل أسرية يعني دايماً الأب والأم ما يعملوش مشاكله مقدام الأطفال تمام تمام بشكر حضرتك جداً على اللقاء الجميل ده نورتين ونورتين ونورتين اشتركوا في القناة